ودلوقتي جي معدنا مع آخر فقراتنا ولسا مكملين فيها كلامنا عن رمضان وعن الدراما الرمضانية وزي ما قلنا في أول فقرة الموسم ده في عدد كبير قوي من الأعمال الفنية المهمة واللي ناس كثير قوي مستنيها زي مثلا مسلسل الاختيار ثلاثة والعائدون وكثير من الأعمال الاجتماعية وكمان القوميدي وعشان نتكلم أكتر ونعرف كواليس أكتر مشرفنا في الستوديو الناقض الفني رامي متولي عشان نتكلم معه أكتر عن رمضان ودرامة رمضان أهلا نوزا نورتنا أول حاجة عايزة أسألك عليها هي بما نحن نتكلم عن رمضان فخلينا نرجع شوية لرمضان زمان ايه اللي انت شايفه كناقة فني المتغير في الدراما بتاعت رمضان بتاعت زمان وكمان دلوقتي والله حاليا ما فيش تغير كبير لأن احنا رجعنا تقريبا لنفس الشكل اللي كانت عليه المسلسلات في الفترة المبكرة من انتشار التلفزيون في مصر عدد الحلقات ما كانش بيتخطى 13 حلقة وال15 حلقة على أقصى تقدير فأعتقد أن ده يعني رجوعنا لفكرة أن احنا نعمل مسلسلات 10 حلقات و15 حلقة كحد أقصى ده حاجة أعتقد أن هي بتؤدي إلى حيوية شديدة جدا في المسلسلات وفي اختيارها في اختيار موضوعاتها في التناول ولكن بيفضل مرتبط مع رمضان بسبب التسويق والإعلان المسلسل اللي مدته 30 حلقة لأن ده بيبقى فيه ارتباط بالنجم ارتباط بمعاد عرض المسلسل وبالتالي ده له مردود اقتصادي له مردود عائد مادي يعني فأعتقد أن الشكل ده مفروض بقوة الإعلان بقوة الفلوس لأنها بتساهم جزء أساسي في الصناعة عشان كده لو هنتكلم على أبرز الاختلافات ما بين رمضان زمان ورمضان دلوقتي هقول إن هو المنصات لأن المنصات بتاخد الاشتراك مقدما من الجمهور أو المشتركين فمقابل أن يتعرض لهم مسلسلات نقدر نقول إن هي لها طبع خاص أو لها شكل خاص وبالتالي بنبقى متحررين شوية من فكرة الإعلان أو فكرة الدعم الصناعة ماديا بوسائل خارجية يعني فأعتقد العنصر الرئيسي اللي ممكن يكون مختلف أو يكون هو الكيب لير يعني في رمضان هو المنصات أوكي وده بيختلف في الدراما زي؟ زي ما قلت حضرتك هي فكرة إن هو ممكن نفتقد تماما أو نبعد تماما عن شكل المسلسل اللي هو 30 حلقة ونستغنى عن فكرة الإعلان خاصة إن الإعلان نقدر نقول إن هو بيسبب الضيق للبعض يعني حتى هذه اللحظة بيبقى عدد الإعلانات نقدر نقول إن هو كبير جدا خلال عرض المسلسل وبالتالي ده بيسبب بنفور بعض الجمهور فالمنصات بتكون وسيلة آمنة إن أنت تتفرج على المسلسل على المسلسل في الوقت اللي يناسبك بدون إعلانات بدون فواصل فده ممكن يقضي على شكل 30 حلقة باعتبار إن هو الشكل الأمثل للتسويق خلال الموسم الأكبر يعني وهو رمضان طيب ليه مش بنشوف دلوقتي زي زمان فوزير؟ هل ده ما بقاش قلاص يتناسب مع العصر بتاعنا؟ لا أعتقده مناسب في كل عصر والدليل إن إحنا يعني لسه حتى الترشيحات بتاعت الأسكار فيها فيلم استعراضي وكان من سنوات فيه كذا أكتر من فيلم استعراضي ده أبتكلم على الأسلام أنا فاهمي يا فن أنا بقول حضرتك إن الاستعراض عموما له جماهيرية كبيرة جدا يعني حتى هذه اللحظة فن الاستعراض مقبول جدا وفن الجمهور بيحبه الفوزير كانت بتجمع ما بين الاستعراض وما بين مشاهد تمثيلية واسكيتشات فده كان لون الجمهور المصري بيحبه بشكل كبير لكن لو بصينا على اللون ده هنلاقي إن اللون ده بيحتاج ديكور بيحتاج ملابس وقبل الحاجتين دول بيحتاج نقدر نقول ممثلة أو مؤدية من طراز خاص يعني إحنا شفنا ده مع نيلي شفنا ده مع شريهان شفنا ده مع ندين ما ينفعش تكون مثلا أجيب حد راقص محترف وخليه يعمل فوزير لازم فيه عوامل أخرى بتخش في المسألة فبنى الفوزير كعمل فني بيقدم في رمضان أو مرتبط به في رمضان حتى لو ما كانش مرتبط بالاستعراض لإن البداية كانت مثلا مع سلاسي أضواء المسرح لو حبينا نتكلم على البداية عن الفوزير يعني الفكرة كلها ليها علاقة بالقبول وليها علاقة بعوامل كتير جدا بتحتاج أنها تتضافر علشان تطلع فوزير فممكن العوامل دي لو عامل فيهم واحد بس اختل ممكن العمل كله ما يلاقيش القبول عند الجمهور ما يلاقيش اللينك اللي كان بيحصل ما بيننا وما بين نيلي أو ما بيننا وما بين شريهان زي ما كان حصل قبل كده وبالتالي لازم يقى فيه شعر غنائي جيد جدا لازم يقى فيه مصمم للرأسات لازم يقى فيه مصمم ملابس بيقى فيه تفاصيل كتير جدا بتخلي الفوزير عمل ناجح ومقبول ما أعتقدش أن العوامل دي كلها هتتوافر في هذه اللحظة مع حب الناس لفن الاستعراض يعني هل نقدر نقول أن طبيعة الجمهور نفسه اتغيرت يعني مثلا لو برنامج من البرامج اللي كانت بتتعامل زمان زي مثلا بدون كلام هل تفتكر أن ده لو اتعامل تاني دلوقتي الناس هتتفاعل معاه؟ والله على حسب يعني حتى الآن فيه برامج مسابقات ولكن برامج المسابقات خدت طبيعة مختلفة يعني ما بقتش بتعتمد بشكل رئيسي على فكرة أن احنا نجيب فنانين ويعودوا مع بعض والفنانين دول يخدش في مسابقات برامج المسابقات نفسها بقت لها علاقة باكتشاف المواهب خدت شكل وطبيعة أخرى الجمهور بيتفاعل معاه وطبيعة التفاعل دي كمان اتغيرت لأن بقى فيها شق اقتصادي وليه علاقة بالاسم اس ليه علاقة بالتصويت ليه علاقة بالإعلانات اللي بتتعرض خلال البرامج المسابقات فبرامج المسابقات نفسها خدت شكله آخر يعني بقت أقرب للرياليتي شو أقرب لل لحاجة من نستغلها اقتصاديا أكتر من أن هي تكون مجرد برنامج مسابقات لطيف بيبقى فيه نجوم بيتبارأ أو شخصيات عامة بتتبارأ فأعتقد أن الشكل ده خلال رمضان مش هيكون بيحظى بنفس القلق اللي كان بيحظى به في السنين اللي فاتت أو في السنوات اللي قبل كده اللي ما زلنا حتى الآن بنتفرج عليها وبنعيد مشاهدة الحاجات القديمة لكن لو حاجة جديدة حصلت ما أعتقدش أن هي هتكون بنفس التأثير الموزعين وفريق الإعداد دايما حاليا بيعتمدوا على الأخبار خصوصا لو كانت فنية من السوشال ميديا والإنستغرام أو الفيسبوك أو التيك توك بتاع الفنان اللي هو مثلا بيستضيفه برنامج زي مثلا حوار صريح جدا اللي كان بتقدمه الزميلة مونة الحسيني ده كان وقتها ما فيش سوشال ميديا خالص هي كانت بتجيب فعلا الضيف أو الفنان اللي موجود وكأنها عندها كل أخبار حياته وكأنه كان فيه سوشال ميديا كانت إزاي الوقت ده مثلا تفتكر بيجمعه الأخبار والمعلومات بتاعته فريق الإعداد يعني في الوقت اللي ما كانش فيه هي الأدات طورت فقط ولكن هل هل وظيفة المخبر الصحفي أو الصحفي اللي مهتم بأخبار النجوم وحياتهم هل ما كانش موجود هو موجود ولكن الفرق إن السوشال ميديا دلوقتي بتكشف الغطاع أكبر من الجمهور والعدد كبير من الناس وما زال حتى هذه اللحظة فيه مهنة مهنة اللي هي الصحفي السوشال ميديا الصحفي المختص بالسوشال ميديا الصحفي اللي بيتابع الكونتات النجوم اللي بيشوف التفاصيل اللي بيكتبوها بيعمل فتشارات عنها فطول الوقت الحركة دي موجودة وأعتقد المهلة بتتطور يعني في الوقت اللي كان فيه الإعداد بيحتاج إن هو يبزل جهد أكبر إن هو يسأل الناس اللي حوالين الضيف أو يجمع مادة صحفية مكتوبة عنه الموضوع دلوقتي بيقى أسهل عشان بنستعمل الانترنت بس الكونسيبت واحد يعني زي ما بنشوف البرامج الحديثة اللي واخد نفس الشكل بتاع حوار صريح جدا اللي بيقى فيها ضيف والضيف بتتوجه له أسئلة برضو نقدر نقول إن هي جريئة شوية أو ممكن توصل في بعض الأحيان إلى الحدة يعني البرامج دي موجودة وليها شعبية بس شعبيتها مش زي زمان وبالتالي أعتقد إن هي مش مش ماتيريال من وجهة نظري أنا ماتيريال ينفع تتعرض في رمضان معتقدش إن هي هتلاقي نفس بس هي موجودة في رمضان موجودة طبعا موجودة في رمضان يعني هو البرامج موجودة وما انتهتش بس هل هي عليها نفس الاسبوت اللي كانت عليه زمان معتقدش يعني دائما بنحس إن الجمهور بيحب أكتر يشوف الحاجات اللي هي تفاصيل حياة الفنان فبنحس إن هو متابعها أكتر من البرامج الحوارية العادية أعتقد في قسط الزحمة بتاعت مسلسلات رمضان والبرامج الأخرى اللي بتصير جاذبية أكتر بيبقى أكتر الناس بتعتمي بمسلسلات وبتعتمي بنوعية البرامج المقالب مثلا أو نوعية برامج أخرى يعني عن البرامج دي البرامج دي انتشارها أكتر بيبقى لو في سؤال سخن أو في تصريح سخن بينتشر على السوشيال ميديا بيبقى ترند لكن هل إحنا بنتفرج على حلقة من الألف للياء زي باقية البرامج أو باقي المسلسلات أنا شخصيا ما أعتقدش مشوفتش حالة زي كده يعني قدامي طيب خلينا في رمضان دلوقتي عايزين نقسم وتقول لنا إيه رأيك فيها أول حاجة المسلسلات الوطنية اللي هتتعرض في رمضان أعتقد أن هي يعني حاجة مهمة جدا يعني كان حاجة مفتقدة كمان من وقت طويل أن إحنا يبقى فيه عندنا مسلسلات وطنية هو طبعا كان فيه مسلسلات وطنية في الفترة اللي فاتت وبالذات التاريخية وكان فيه تركيز قوي كمان على المسلسلات الوطنية التاريخية في رمضان السابق في مواسم سابق يعني لكن فكرة أن إحنا نتناول تاريخ حديث أو فترة كلنا عشناها وتبتدي المسلسلات تكشف الفترة دي كان فيها إيه أو تفاصيل كانت غايبة عن الآخرين أو يكون فيها أحداث بتفسر ممكن نكون مواقف أو قرارات تم اتخاذها في وقتها القرارات دي كانت غريبة نوعا ما المسلسلات دي بتفسرها حاليا اللي بيحصل ده كان سببه إيه كان تفاصيله إيه فأعتقد أن وجود مسلسلات من النوعية دي هي حاجة مهمة جدا خاصة أن كان فيه مطالبات موازية طول الوقت أن يكون فيه أفلام عن حرب أكتوبر وعن حرب الاستنزاف طول الوقت فأتمنى أن ده يكون ليه استجابة أكبر خاصة مع النجاح لمسلسلات زي الاختيار بأجزاءه التلاتة زي هجمة مرتدة زي العائدون أعتقد أن المسلسلات دي كلها مع بعض كمان بتكون وجهة نظر كاملة يعني إذا كان العائدون بياخد زاوية وهجمة مرتدة بياخد زاوية والاختيار بياخد زاوية فالمسلسلات مع بعض مع مواسمهم أعتقد أن هم بينقلوا صورة كاملة عن العشر أو العشرين سنة اللي فاتوا اللي كان فيهم أحداث قوية جدا نحن ممكنش نعرف عن حاجة يعني ده جزئية مهمة جدا أعتقد أن هي لازم تستمر كمان لفترة طويلة وتمتد لفترات زمنية أبعد طيب بالنسبة للمسلسلات الاجتماعية يعني المسلسلات الاجتماعية أعتقد أن في أسماء مهمة جدا بتبقى موجودة في الموسم الرمضاني الجمهور بيستنيها أين كان المسلسل أو نوعه أو تفاصيله يعني أعتقد أن من أبرز الأسماء دي دلوقتي يسرى نيلي كريم يحيى الفخراني طبعا يحيى الفخراني بيشتغل سنة وسنة أو مسلسله ما بيبقاش هو بيقى منتظم بس ما بيبقاش سنة كل رمضان على عكس نيلي كريم ويسرى يسرى مجددة السنة دي يسرى أعتقد أن هي رجعت شوية أن هي تعمل مسلسل لايت ودي حاجة جيدة جدا ما شفناش ده من وقت شارباتلوس وده من وجهة نظري بيدلل على زكاء فنانة كبيرة ونجمة زي يسرى هي قادرة تقرأ إمتى تغير إمتى تاخد بالها خاصة أن كان فيه شوية تعليقات أن فيه تشابه ما بين مسلسلينها مسلسلينها بتاع السنة اللي فاتت اللي هو كان خيانة عهد والمسلسل اللي قبل فأعتقد أن الاستجابة لده ومحاولة للتجديد والتنويع أن هي تروح نحية مسلسل لايت ودي خطوة موفقة من وجهة نظري كبداية يعني إحنا طبعا لسه ما شفناش بس هيباني يعني بس هي كبداية خطوة موفقة نيلي كريم أعتقد أن هي كالعادة بتهتم جدا أن هي تبرز أضايا المرأة وتبرز المشاكل اللي بتقع فيها المرأة المصرية وشوفنا ده حتى في السنة اللي فاتت وفي السنين اللي قبل السنة اللي فاتت تحديدا حتى خدتها من من قلاص مختلف عن بنت أو سيدة مستوى الاجتماعي ترقى والمشاكل اللي حصلت ما بين هنا وما بين هنا وتعرضت لخيانة زوجية يعني كان فيه تفاصيل كتير جدا لها علاقة بوضع المرأة داخل المجتمع أعتقد أن المسلسل السندي هيبقى أقوى لأن الباين من التريلر أن هو بيتكلم على أضايا أحوال شخصية فأعتقد أن اللي كريم ما بيعددش قوي ولكن المسلسل برضو فيه توقعات عالية بجودته طيب من وجهة نظرك شايف أن ليه فيه ناس بتنتقد العمل قبل عرضه والله دي لها أسباب كتير جدا ويعتقد برضو أن هي ممكن تكون ظاهرة صحية يعني بشكل أو بآخر ممكن تكون ظاهرة صحية لأن اللي بينتقد العمل قبل بدايته ده ده بيبقى مكون خزين لو حد من الجمهور يعني مكون خزين سابق ناحية الفنان ناحية المؤلف ناحية المخرج فيه عنصر من عناصر العمل هو عنده فيدباك عنه فهو بيتعامل بناء على الفيدباك ده بناء على الصورة بناء على الوعي اللي هو كونه عن عنصر من عناصر هذا العمل شاف حاجة قبل كده ما عجبتهوش مثلا فبيبتدي يهاجم قبل ما ينتقد أو أنه هو في الحالة الأكبر أو الأعظم بتبقى أن يشوف في التريلر أو يشوف في الدعاية بتاعة المسلسل حاجة تستفز قيمة معينة عنده سواء كانت قيمة دينية قيمة اجتماعية قيمة أخلاقية أو حتى قيمة وظيفية يعني أننا كان فيه عندنا مثلا بعض المسلسلات بيتم الهجوم عليها لمجرد أن فيها ممثل بيمتهن مهنة أصحاب المهنة دول ما بيحبوهاش فما بيحبوش الصورة اللي طلعت بيها الممثل ده في التريلر أو وبالتالي بيهاجموه مسبقا قبل ما يبقى فيه في حين أننا ما نشوف العمل بنلاقي أنه هو بزبط فهي الفكرة كلها أننا لازم نحط في اعتبارنا أنه ده عمل فني مكون من مجموعة من الممثلين بيقدوا دور وأي مهنة في الدنيا وأي طائفة في الدنيا فيها جيد وفيها سيء وبالتالي كل اللي احتمالت على الترابيزة ومتاحة وبنشوفها لأن ما فيش دراما كلها خير يعني لو عملنا دراما كلها خير ما فيهاش عنصر شرير أو ما فيهاش عنصر محفز مش هتبقى دراما مش هنقدر نتفرج عليها بس فيه ناس بتقول في الحتة دي بالذات أن من كتر ما الدراما كانت بتعرض مأسويات وأفعال يمكن بتكون شريرة قوي فيه ناس كانت بتقول أنتوا بتسهلوا علينا كمشاهد أن هو يحس أن كل حاجة بقت عادي وأن الشر بقى عادي وما بقناش نتخض منه فهل أنت إيه رأيك في الموضوعنا هل الكلام ده بتقال على صفحات الحوادث بتاعت الجرائد فيها حاجات أسوأ من المسلسلات هي الفكرة كلها أن دي أزمة أزلية هل الفن بيأثر تأثير لهذه الدرجة ولا العكس وجهة نظر أنا الشخصية أن الفن هو إنعكاس للمجتمع هو مرآة للمجتمع اللي بيحصل في المجتمع الفن بيعرضه وأحيانا نتيجة بعض القيود سواء القيود اللي بيحطها الفنان على نفسه اللي هي الرقابة الزاتية أو الرقابة المفروضة ودي بتبقى حاجة عادية جدا موجودة في كل حتة في العالم على اعتبار أن التلفزيون مش زي السينما بيبقى فيه تحديد شوية لطبيعة الجمهور اللي بيخشه التلفزيون موجود في كل بيت وبالتالي بيبقى فيه بعض الناس بيفضلوا أن يكون فيه قيود على اعتبار أن لو فيه أطفال أو فيه ناس ممكن تتأثر فبالتالي نخلينا في السيف صيد طول الوقت فحنا هنا بنتكلم سواء القيود دي محطوطة أو القيود دي محطوطة الفن هو وجهة نظر مخففة لما يحدث في الشارع احنا ما بنجيبش العنف اللي في الشارع كله ونحطه في عمل وبالتالي تأثير الفن على المجتمع هو تأثير ما بيحصلش كتير جدا يعني حالات قليلة جدا في مصر اللي احنا شفنا أن الفن أثر فيه على المجتمع زي فيلم مثلا جعلوني مجرما لفريد شوقي الفيلم ده تسبب في تغيير قانون أو أريدو حلن فتن حمام الفيلم ده اتأثر ولكن هل احريك شفتي أفلام تانية مثلا اتأثر بيها الجمهور أكتر من أنه يعمل قصة شعر أو يلبس هدوم شبه الفنان ما اعتقدش دايما كل الأعمال بتبقى انعكاس حتى لو بصينا على أريدو حلن أو جعلوني مجرما هو انعكاس الواقع في المجتمع الفن ألقى عليه الضوء وبالتالي المجتمع تحرك علشان يغير العبء اللي واقع على الأفراد وبالتالي يعني موجة نظري أنا الفن بيتأثر ما بيأثرش وتأثيره ما بيبقاش قوي كده بشكر حضرتك على وجودك معي قوي النهاردة بشكر النقد الفني رامي المتولي مرسي جدا شكرا